للوقوف عند تطورات الأوضاع في الكيان المحتل واثره على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة ينضم إلينا عبر سكايد من غزة مستشار مركز أبحاث الأراضي في فلسطين جمال طلب العملة أستاذ جمال مرحبا بكم وقفة علمائية دولية بعنوان نداء علماء الأمة لدفع الخطر عن الأقصى ولكن ما تأثير مثل هذه الوقفات في دعم المرابطين في الأقصى أستاذ جمال مساء الخير لك والمشاهدين أهلا بك شهد الكريم مرحبا أي دعم معنوي هو مفيد ولكن ما تحتاجه فلسطين وما يحتاجه الأقصى سواء من علماء الأمة أو من قيادات الأمة السياسية هو أضعاف أضعاف ما يقدم لأن هذا الاحتلال يسعى لجعل فلسطين أرض فلسطين في أرض صهيونية بالكامل يسعى لطرد الفلسطينيين من أرضهم واليوم يسعون لذبح القرابين كمقدم لإقامة الهيكل الثالث المزعوم هم يسعون لهدم الأقصى سياستهم لم تعد مخفية أو مواربة أصبحت معلنة بشكل قطعي لا مجال هناك للمراوغة بالكلام وبالتخفي حول بعض أو خلف بعض المواقب من هنا وهناك على الأمة أن تتحرك اليوم قبل أن تصحوا ولا تجد أقصى ولا تجد فلسطين ما هو مطلوب من الأمة؟ ليس بيانات وليس استنكار مطلوب من علماء الأمة الضغط وإعطاء فتوى من أجل نصرة فلسطين لكل دول الإسلامية ولكل المجتمع الإسلامي في العالم على الأقل مقاطعة هذا الاحتلال كحد أدنى ومن لا يستطع فبقلبه وذلك قاطعه الإيمان أستاذ جمال هناك صمت من قبل الجامعة العربية هل للجامعة العربية دور في إيقاف الانتهاكات الصهيونية ضد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك؟ أستاذي فاضل مع احترامي لجامعة الدول العربية هي إن صمتت وإن تحدثت بالنتيجة واحدة لأن دائما نسمع مواقف الاستنكار واعتبار هذا يعرق العملية السلام وهذا مخالف للقرارات الشرعية الدولية صحيح ومواقف الجامعة الدول العربية أنا أستطيع أن أقولها لك من اليوم أن كل ما يجري هو خطأ صحيح لكن هل هذا هو المطلوب؟ ما قلته عن بيان مجلس العلماء الأمة ينطبق على جامعة الدول العربية هل أن جامعة الدول العربية مطالبة بما هو أكثر من ذلك؟ لأن وجود هذا الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي يستهدف العالم العربي بكامله يستهدف كامة الدول العربية والأقطار العربية لمنع تواحدها ولمنع التنسيق بينها ولمنع العمل الموحد بينها سواء سياسيا أو اقتصاديا أو استماعيا بالتالي هم أيضا مستهدفون وعليهم الدفاع عن أنفسهم أستاذ جمال نبقى في نفس الموضوع ولكن في شق آخر كما تعلمون قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتخليه من المعتكفين داخله في ظل هذه الانتهاكات المستمرة من قبل القوات الصهيونية لو نظرنا إلى المستقبل كيف سيكون الوضع بعد قرار حكومة الاحتلال إنشاء ميليشيات عسكرية؟ هل ستؤثر هذه الميليشيات على فلسطيني الداخل؟ أستاذ جمال نعم في ظل أن هناك مطالبات دولية وعربية بتخفيف الدغوط على المصلين الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس وفي المسجد الأقصى خلال شهر رمضان نعم لكن رغم ذلك هناك تحركات ازدادت عما كان عليه الوضع سوءا قبل شهر رمضان هناك اقتحامات يومية وهناك منع للمرابطين أي منطق هذا أن يمنع المرابطين بالرباط في المسجد الأقصى في شهر رمضان؟ هذا يعني أنهم يمهدون لخطوة كبيرة والخطوة الكبيرة المتوقعة هي دبح القرابين يدعون أنهم سيمنعون الحاكمين ولكن قبل أيام قدم 15 حاكم من كبار حاكمات الكيان الصيوني طلبا إلى بن غفير وإلى نتنياو بأن يسمح لهم بالقيام بذلك بشكل علن وإلا سيقومون بذلك رغما عن إدارة هذا الكيان اليوم في ظل وجود هذه الشرطة التي يقودها بن غفير هناك أصوات تقول يجب أن لا نضغط على الفلسطينيين أكثر من ذلك حتى من داخل هذا الكيان تخيل عندما ينجح بن غفير بتأسيس الحرس الوطني الحرس الوطني هو باستخدام شديد هو شكل من أشكال العصابات الصيونية التي نشأت قبل عام النكبة مثل الهاجناة وشتيرين والبالمار التي أسست هذا الكيان هذا سيكون عصابات منتقاء من أفراد حاقدين لا يرمش لهم جفن عندما يقتلون طفل أو شيخ ولا يرف لهم جفن عندما ينتهكون أي انتهاك ويقودهم رجل معروف بإجرامه ومحرد على القتل وله سوابك أصلا مدانة في القانون وفي المحاكم الإسرائيلية اللي هو بن غفير وحليفه اسموتريتس طيب أستاذ جمال في هذا الإطار في هذا الإطار هل تتوقع أن الحرس الوطني أو الميليشيات الصهيونية يعني في المستقبل القريب ستنفذ مجازر ضد الشعب الفلسطيني هل تتوقعون ذلك؟ أصلا هو تشكيلها من أجل ذلك من يراقب الوضع على الأرض ونحن من المراقبين لهذا الوضع وأنا بالمناسبة أعيش في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة وبالتالي أنا قريبا من قدس وأرى الأمور بأم عيني هؤلاء يطالبون ويعلنون كل يوم بأن حل القضية أو قضية الصراع في هذه المنطقة هو بترحيل العرب كافة العرب من أرض إسرائيل هذا ما يقولونه وهم يقولون أن العربي الجيد هو العربي إما أن يكون ميت أو أن يكون راحل أين يرحل؟ كان يعتقد البعض أنه سيتم ترحيلهم إلى الضفة الشرقية يعني إلى المملكة الأردنية العاشمية لكن اسمتريتش قبل أيام في باريس أعلنها وقال أن الأردن هي جزء من أرض إسرائيل ثم في مقابلة بعدها ليتأكدوا هل هو يعني ذلك؟ فقال أنا أعيش على التوراة والتوراة تقول لي أنني يجب أن أصل إلى دمشق فسألته المذيعة هل فقط دمشق؟ فقال هي خطوة خطوة وستعلمون الباقي لاحقا إذن قضية من النيل إلى الكورات هي أصبحت معلنة ونحن نتحدث عنها منذ بداية قيام هذا الكيان طيب أستاذ جمال هناك من يقول أن إن شاء الميليشيات داخل الكيان المحتل هي أن الحالة الأمنية في الكيان وصل إلى حد لا يستطيع نتنياهو السيطرة عليه هل تتفق مع هذا التحليل أستاذ جمال؟ لا أتفق معه لأن هذا الحرس الوطني وهذه الميليشيات التي يدعونها ستكون مخصصة ضد الفلسطينيين سواء في المناطق المحتلة عام 48 أو في المناطق المحتلة عام 67 الخلافات الداخلية بينهم تستطيع الشرطة العادية القيام بها لن تستخدم هذه الميليشيات ضد المجتمع الإسرائيلي مباشرة لأنها لو استخدمت بالعنف أو بالطرق التي يعتقد ستضاعف من الأزمة الداخلية في المجتمع الإسرائيلي لكن هي سيلتقي عليها كافة العزاب الإسرائيلية ما عدا بعض الأصوات الصغيرة ويقولون هذه التي تحمينها من الخطر الفلسطيني هم يعتبرون أن الفلسطيني عندما يدافع عن حقه يتحول إلى خطر تصور قبل أيام عندما حاولت طبيب من منطقة النقب دكتور أحمد عندما حاولت دفاع عن فتاة يقومون بضربها وهي مجرد أنها سرقت من الخوف من ناحية ومن ناحية ثانية من الانتهاك والإهانة التي تعرضت لها فزعت نخوة شاب مسلم عربي واعتقد أن معرفته للغة العبرية والجنسية التي يحملها ستحمين وكان يقول لهم أين رجولتكم لماذا تضربون هذه الفتاة بهذا الشكل وبهذه الطريقة انتفع نحوهم فقاموا بقتل دون أن يرف لهم جفن هذا هو الاحتلال هذه الشرطة غير الحرس الوطني فما بالك بالميليشيات التي سيؤسسها هذا المجرم بن غفير